السلام عليكم ازايكو يا حباب قلب عاملين ايه يارب كلكو تكونوا في احسن حال فيديو نهاردة هيكون فيديو كده من العيار السئيل فيديو كده من السيدات الجميلة على قلبنا ومن اللي احنا كلنا بنحبها فيديو نهاردة هيكون فيديو لسيدة مغربية عايشة في امريكا هنشوف فن تفوقها وجمالها الراكي هنشوف تفاصيل كترة في الفيديو فيديو نهاردة بجد حلو جدا يعني بصوا يعني اجمل من راعة دي مينفعش اقولها بجد والله لان هو فعلا فعلا الفيديو كله شايك كده وكله حاجات كده جميلة من اللي قلبك بيحبها وانا متأكده ان كنتوا بتحبوا الفيديوهات دي وبتعشقوها بجنون كده قبل من نكمل الفيديو ما تنسوش دعموكوا اللي ايها باللايك اما حاجة تحطولي لايك كده عشان اعرف ان الفيديو عجبكو ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده يا سايدني وجودك معي غالية اتنوار عائلتي الكبيرة واشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلوكوا كل جديد مني طبعا بفرح جدا جدا بكومنتاتكو اللي بجد بتديني كده امل وبتديني يعني بصوا حاجة حلوة جدا ان انا نكمل معي اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين ده الريسبشن عندها طبعا دوت بعد ما بتخلص طبعا بتشغل المبخرة بتاعتها او بتولع البخور بصوا مين فينا مش بحب المبخرة ومين فينا مش بحب البخور حاجة كده بتديكي بصوا جمال وبتديكي كده بجد احساس بالحياة الحلوة لما تشمي كده راحت العطور خصوصا لما يكون العطور دي بتكون في المبخرة بجد يعني بتحسوا براحة نفسية وانت عايش تام كده يعني اكيد اكيد اللي جرب الاحساس ده هيبقى فاهم قصدي انا اقصد ايه بالذات المبخرة تصرف النظر بقى عن اي روايح تانية واي حاجة تانية ممكن احنا نرشها مثلا فواحة بيرفيون اي حاجة المهم بصوا المبخرة دي لها شغلة تانية خالص هنيجي هنا بقى ده برضو في الريسبشن عندها ساعات بتشيل الدكور وتحط طبعا كلنا عارفين ان دي برفون وطبعا دي اعوات خشبية بتحطها كده فيه علشان يعني المفروض ان هي يعني تكون الريحة تبقى اكتر وفي نفس الوقت كمان زي نظام فواحة او زي نظام برضو نوع من الروايح يعني ممكن تعملي دكور زي كده بس انا عايزة قبل ما الفيديو يجري كده وقبل ما الفيديو اشرح لكم اللي فيه وطبعا اكيد شارح نفسه ولكن كنت عايزة اقول لكم على حاجة او انا وحكوا على حاجة ناس كتيرة قالولي ان الفيديوهات احنا مش بنقدر نعمل زيها او مش بيكونوا على الامكانيات اللي احنا نعمل زيها بسوا اكتاب لي كومنتات كتير 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 في الحاجة دي ولكن كومنتي تاني جالي من يومين عجبني جدا اللي هو ايه اه فيه حاجات كتير احنا منقدرش نعملها فعلا انا معاكو في كل الكلام اللي انتو بتقولوه متفق معاكو في كله ولكن احنا بناخد منهم افكار افكار للترتيب افكار للتنظيم ايان يكن بقى هو شكل التنظيم عندك ايه او شكل الترتيب عندك ايه فعاميني وايان يكن ايه هو الدكور اللي حطينيها مثلا صفرة زي اللي هي عاملها دي دي من الصفرة دي ترابيزة بسيطة هتشوفوا دلوقتي صفرتها برضو ترابيزة بسيطة لما بتحب تحط حاجات عليها زي شايفين حاطت مثلا ميني جاتو وحطت كمان فواكه وحطت كمان الشاي وحطت حاجات كده حلوة وحطت صابلي وحطت شوية حاجات وتورتة وفواكه اللي هو فهمين قصدي وفيه كمان ببسيط حط لو انتم منحظين فيعني بصوا كذا فكرة يعني انت مش ممكن يعني تعملي كل الافكار دي انت بكن تعملي فكرة واحدة منهم تاخدي فكرة واحدة انهي فكرة بقى الفكرة اللي هي هتعجبك الفكرة اللي هيكون على قد ايد كفا مني دي هنا دي هنا احنا بنتكلم على الحطة دي بسهو بقى هي كانت جايبة هنا دي غرفة غرفة جديدة جايباها هي بتبتدي ان هي تحضارها يعني كانت جايبا لها المرتبة دي طبعا المرتبة دي مضغوطة زي ما انتم شفتوا في الكيس البلاستيك لانها كانت في الكارتونة اه وبعد لما فتحت الكيس زي ما انتم شفتوا المرتبة راجعت لطبعيتها عادي جدا لان زي ما انتم تركوا هي مضغوطة اه وبعد كده جابت لها التسريحة الكيوت الحلوة دي وحطت عليها شوية من البرفون وحطتهم كده اه غطتهم بالليجور او اه بالكاسة اللي انتم شايفينها علشان تديها شكل يعني حلو وفي نفس الوقت يكون لها رونة جميل كده هنيجي هنا لغرفة النوم بتاعتها وهي طبعا بتعشق بتعشق كده اللون الدهبي بجد بيبقى ليها عايشق كده اللون الدهبي وناس كتيرة برضو بتحب اللون الدهبي جدا هو طالع طبعا ترند اه وفي ناس كتيرة مش بتحبه ولكن اه هو كشكل بصوا هو ترندي جدا يعني اللون الدهبي او الجلد مع اللون الابيض اه هنا كانت نظمة الغرفة بتاعتها وكانت جايبة لطاقم دوت ده طاقم اه ميليات جديد طبعا ده برند يعني اه جايبا بليه اللحاف كمان يعني هو اه ميليا وي كفر للحاف وده هتشوفو دلوقتي اه شكله عامل ازاي بالكياس المخدات بتاعته ما شوالله شكله حلو جدا وفرشه حلو جدا هتشوفو دلوقتي هو عامل ازاي شايفين بقى شكله جميل ازاي طبعا هي لبسته للحاف لان زي مقتلكو ان هو كوفر لحاف وفي نفس الوقتي كمان معايا الميليا بتاعته وحطت الاتنين كوشنز او الاتنين خددية زي من انتو شفتوا على السرير هنيجي للتصريحة بتاعتها وهي بتحط ديكور بسيط جدا على التصريحة زي من انتو شايفين وبتحط بقى الصواني بتاعت بصو هي دي صواني طبعا ده شكل ديكوري حلو جدا بيعمل شكل حلو جدا جدا في قلب القوضة وفي نفس الوقت بيغيرلك من المود بتاع القوضة اللي هو ايه عارفين المنظمات اللي احنا كنا منحط فيها البرفونات او او مثلا كنا منحط البرفونات على جنب هو الكلام ده لا ما عادش فيه الكلام ده المودة كلها نازلة الصواني دي ايه نياكن هي بقى شكل صانية ايه صانية كبيرة صانية صغيرة مش مهم شكلها ايه بس المهم ان هي داخل فيها اللون الجلد وفيها مرايع بحيس ان كينتي تحط عليها الميكوب بتاعتك او تحط عليها البرفوم بتاعك كله وفي نفس الوقت تقدري كده ترتاحي نفسيا من شكله هنيجي بقى للطويلت وده التويلت بتاع غرفة النوم عندها برضو بتجمعها ما بين اللون الجلد واللون الابيض وده كستر كده الكستر ده على فكرة الكسترات دي نازلة دلوقتي في السوق بكميات شفتها كتير على فكرة في الاسواق تقدر انيكين تجيبي الكسترات دي وتحطيها عندك في اي مكان مش مهم في الطويلت بس لقى وعلى فكرة سعره مش غالي خالص يعني مثلا لو هنتكلم مصري ممكن القطعة دي عاملالها تقريبا 80-90 جنيه القطعة اللي حطت عليها الشوارجل والحاجات اللي هي بتاعت الطويلت فبصوا يعني تقدري بصوا على فكرة ده شكل والتاني كان شكل تاني يعني الكوسترات دي الاول حطت علي ايدي كليمين شكل وبعد كده دلوقتي اللي انت تشوفو الناحية التانية دي شكل تاني خالص فتقدري ده كان مربع التاني كان اخذ على شكل الدورون فتقدروا انه كنتوا جبوه باي اشكال وعفكرة في جربات دلوقتي بقى بتعملهم يعني لو انت عايزة الكوسترات دي في اشكال تانية انت حباها تقدري دلوقتي انك انت تنفذيها باي شكل انت حباها فعاملني هنيجي هنا لغرفة الغسيل وغرفة الغسيل حطت فيها طبعا المنظمات بتاعتها وطبعا اتكلمنا اكتر من مرة عن المنظمات دي خلاص احنا عارفنا بقى فمش اتكلم عليها بس فحطت بقى علبة المناديل بصوا نفسية يا جماعة والله بجد لما بتحطي حاجة كده وبتعملي حاجة انت مرتحة لها بجد بتحس بروحة نفسية وبيكون في روحة كده من نسبالك وفعلا يعني بصوا الحاجات لما بتتعمل بنظام او بتنظيم فعلا فعلا بتفرق جامد وبتفرق معايك اللي هو بتكوني حبة كده فهمني هنيجي بقى لتنظيمها للصفرة شايفين ده حبيت ان انا ضفلكوا تنظيم الصفرة عشان لو عندك اي عزومة خصصا يعني مثلا بقى في العزام بتاعة رمضان في عزام عادية تقدر انك انت تنظيم الصفرة بالشكل الجميل ده كمان هنا كانت عزمة ضيوفة عندها وكانت طبعا على المأكلات البحرية شايفين بقى بصوا كل حاجة للمأكلات البحرية مشاء الله عملتها من نسبة للأسماك والجنبري والجندفلي والشربة السيفود فبصوا مشاء الله مشاء الله الصفرة كانت فيها كل حاجة من نسبة للأسماك بس لو ملاحظين مفيش اي رز مفيش اي حاجة منذي غير الصلاطات وبس فشايفين بقى يعني بصوا انا حابيتم كده ننضفها لكم بحيس انتو برضو مش لازم نعمل نفس الصفرة لأ ممكن ناخد منها كنوع من الفكرة فاهميني فكرة بس مش اكتر هنيجي لتنظيم ها للمطبخ بتاعها او الدكور للمطبخ بتاعتها برضو هي ما غيرتش اي حاجة في المطبخ مطبخ زي ما هو خشب والبتوكيز بتاعها عادي جدا ولكن كل اللي بتغير فيه الدكور اللي هي بتجيب ويعني زي الصينية اللي انتو شايفين ها وحطت عليها الدكورات اللي انتو شايفين ها دي وطبعا بما ان طالع ترند اللي هو الطاقم الابيض بتاع السككين والمقصات والكلام ده فلازم هتشوف كل السيدات اللي جاية معينا الطاقم اللي هو الابيض ده بس هنا بقى تنظيم هلي هنيجي للجارات للكوفي او للركن بتاع الشاي والقهوة زي ما انتو شايفين حطته في الجارات او في الكاندي جار وبعد كده حطت المنظمات اللي انتو شايفين هدي بحيس ان يكون جنبه كده حاجة برضو يكون تحب كمان ان هي تزينه بالشكل اللي انتو شايفين ده وده على فكرة كوستر برضو تقدر ان كنتي الكوسترات دي موجودة في السوق وشوفتها برضو بس عند الناس اللي هما بيبيعوا الحاجات اللي هي الموردرن او الحاجات اللي هي التوركي هنا بقى الدرج بتاعها تنظيمها للمعالق والشوك زي منتو شايفين المعالق والشوك داخل فيها اللون الجلد فشكلها حلو جدا وفيه كمان باللون السيلفر زي منتو شايفين وده طبعا بيكون جنب الركن على طول بتاع الشاي والقهوة هدي هنا بقى لتنظيمها لمفروض هو عيد ميلاد لزوجها او زي منتو شايفين بتحضر كساد او جراط زي سناكس كده وطبعا دوت يعني شفناهم في اكتر من فيديو ان هم بيحبوا كده جدا ولكن هي كمان بتقول جمعت مبين اللون البينك او الوردي حتى كمان في الملابس بتاعتها زي منتو شايفين وفي الظهور اللي هي حطاه حتى الشمعدان علشان خاطر تجمع مبين اللون الوردي وده زي منتو شايفين حطت كده الشمعدان وحطت كلمة لوف بحيث ان يعني كل حاجة كده تكون شكلها حل ويكون شكلها شيك عايزين كلنا نكون عندنا كده نوع من الاطلال وكمان لو في عندنا اي مناسبة نحب يعني ان احنا مناسبات ندين نخليها لنفسنا او كل حاجة ولكن يعني بصوا نحتفل بنفسنا احنا بنفسنا احنا وفرحي نفسك انت يا غالية مش حد تاني فرحي نفسك وما تجيش على نفسك قبل خلص فيديو النهاردة هشوفكو الفيديو الجاي ومع السلام